ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حيال النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا ربي نول اعجابكم المهم بقى ما تنسونيش كده يا قلب اختوكو في اللايكو في الكومنت اللي بيسايد قلبي ربنا يسايد قلوبكو يا رب ربنا يكبر بخاطركم وما تحرمش منكم ابدا 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 وتفضلوا نعمة كده في حياتي الناس الحلوة اللي بتحب الخير لي يا ربنا يخليكم لي يا رب لو هفضل بص اشكر فيكم من هنا البكرة مش هوفى حقوقوكو علي يا والله العظيم النهاردة بقى انا كان في اليوم دوت يعني الفيديو ده مش للنهاردة في اليوم ده كان جايلي ناس وانا اي ما اصلا اعمل غدا تمام فالمهم عرفت ان فيه حد جايلي وكده فقلت طبعا ايه يعني لو لما ساعت وعدت قولي لقيت غد معنا لقيت عشة مبيردوش ساعت ياكله فقلت ايه خلاص ايه عمصانية كيكا كده احتياطي لو ما تغدوش معنا اللهم صلى على مر كان جايلي اتنين يعني نفرين يعني فالمهم قلت اعمل صانية كيكا كده بسرعة واركنها على جنب مثلا ايه لو حد جايلي جنبها كوباية شاي او كوباية بيبس اي حاجة كده يعني صانية الكيكا بتبقى حلوة برضا كده المهم بايا اختش قلت اعمل صانية الكيكا بتاعتش المحترمة ديت اللي بعملها معاكو على طول اه و لو حب المقديرة باكتبهالك حاضر اه في صندوق الوصف او تحت الكومنت يعني لو طلبته مني طبعا حبيبي لو لسه اول مرة تشوفوني يلا عملوش اتراك في القناة لو عجبتكو فضلا وليس امرا اه والناس كده اللي مشتركة معاي يلا تفعلك كده حطوا لايك وحطوا كومنت حلوة الفيديوهات تالي عشان استمر معيكم. طبعا الحمد لله ان النهار ده احسن. احمدك وشكرك يا رب وربنا يخليكم لي وما تحرمش منك ابدا ابدا. آآ فالمهم بقى قلت ايه? انا معي الفيديو ده قلت اوما اسجله لكم كده. آآ انا بقى كنت لابسة وجهزة عشان انا عمال يجي لي جوفه كده. فربنا يكتر من الحبايب يا رب عمالي يسأله عليه الكلام ده كله. فالمهم بقى قلت ايه خلاص? خليني لابسة العباية كده بالمرة ويكون جاهزة ايه? وانا بعمل الاكل ولو حد يجيب المرة ايه. مهم بقى زبطت صنية الكيكة والنهار ده اليوم بتاعي قلت لخصه بايه يا اختي? انا ما كارويت توامش النهار ده والله. انا صريحة معيكم. قالي كتير ما اتحكتش معيكم والله العزيم وحشني هزاري وضحكي معيكم. آآ ربنا يخليكم لي بس كله خير والله. بستي لو لو هنبست كده لكل حاجة هنقول كله خير. كله خير من عندي ربنا والله. آآ امكن ربنا يعني آآ رزقني بشوية التعب ده اني شال عني حاجة كبيرة اكبر. تمام? او شال عن عيالي مسلا حاجة اكبر. فالحمد لله كله خير. آآ المهم بقى عايز اقول لكم انا مش عارفة بقالي يجي كام? كام والله العزيم يجي اربع خمس ست ايام. مش عارف كتير كتير قوي. ما شربتش القهوة وهموت عليها. المهم شربت فنجال قهوة كده عشان ازبط دماغي واعرف سجل لكم الفيديو ده. آآ فكان وحشني القهوة جدا جدا. انا بافتكر القهوة هي اللي عملت فيها الكلام ده كله. لا انا طلعت ظلموها يا جميع. فملهاش علاوكة. يعني هو الدكتور قال لي ملهاش علاوكة خالص. آآ المهم بقى الله ام صالح النبي انا عملت ايه? دخلت صنية الكيكة الفرن وقلت عشان مسلا لو حد يجي وانا لسه بعمل الغدى ومش هيقعد مسلا لما خلص. يعني مش اي حد بيجي لك بردك بياكل ويشرب الكلام ده كل. فالمهم قلت احطها كده في الفرن عشان تبقى كده جميلة جنب بيبس او كوباية شاي كده يعني. آآ والمهم بقى الله مصطلع النبي انا عايزة اقول لكم المطبخ بتاعي ده اقول لكم الصراحة عايزة تقلب والله العظيم. عمالة قلولي عقالي يا وفاق قرب العيد. ياريتكم الكومنتات كلها النهاردة تهديلي اعصابي. قولي لي هد اعصابك يا وفاق زبوري قرب العيد كده. يعني انا عايزة اقول لكم كيوتيوبر كلنا هتلاقينا مفيش مفيش كم يوم وهتلاقي كله بيشتغل شغل العيد يعني. ما انتو عارفين بقى قبل الهنب السانيان. فانا عايزة اقلب المطبخ. المطبخ متطرب من جوة ومن بره. اقول لكم الصراحة. طبعا الكام يوم دول انا قدية مش في المطبخ. وطبعا اللي بيعمل بيعمل على الماشي والكلام ده كله. آآ فعايزة اقول لكم مطبخي من جوة من بره متطرب. وتحت الحاجات. بقالها كتير ما تزقش برضه. وعايزة تتصبن. فميحتاج شغلانة كبيرة. وعايزة بصي قوة كده. وعافية يعني. فعمل اقول ايه. عالي يا بيت قرب العيد. يا بيت عالي. فانا قلت اقول لكم النهاردة قلولي اعقل ولا اشتغل. قلولي بقى. فعمل اقول لنفسي لا انت لسه ايما متدور اللي حصل لك ده. فخلينا ماشيين واحدة واحدة كده على مهلنا. وما فيش ازوع وهنبدأ ان شاء الله نشتغل ايه شغل العيد وكده. طبعا بقى عايزة اقول لكم الموعين النهاردة بالكوم. بالكوم. انا عوضت النهاردة. طبعا انا من بعد بقى الغداء. يعني من بعد الغداء. وكما انا عملنا شاي وعملنا وحطينا بيبس وخلصنا بسم الله مش خلصة نية الكيكة. ما كانش فيها اللي حتتين كده. وخلاص على كده. المهم الموعين بقى كومته. يعني كومته بقى بعد اللجوم ومشي. والكلام ده كله ينفهش يجي حد عندك وتقوم تقف تعملي حاجة مش من الزوق يعني. لكن يا اختي لو عايزة تطفيش اللي جايلك ومش طيقاء ايسي بيه يوقف يخسلي موعين. ونفضي وهو قاعد ووسي. ورش علي موية كمان خليه يمشي. لو حد جايلك مش طيقاء يعني. لكن لو حد جايلك كده زي حبيبي لأ. بس بكل اللي في ايدي اقول لهم بصتوا والله لو مش هنزل فيديو النهارده. انا ما بسدق. اعودوا كده نحكي ونرغي شوية مع بعضين كده. فاللمة الحلوة بقى بالدونية يعني. المهم هنا بقى انا بعد صنية الكيكة انا طبعا مسكت الصفية دي اتصبنتها كالعيدة عشان متبهدلة والكلام ده كله. آآ وبعد كده ايه قلت اصبن برضك شوية المعين وبعد كده اه فعمل الغداء بتاعي. انا اليومين دول بسهل على نفسي كده. وقلت برضك ايه اسمع كلامك. بلاش يا بيت الكبري تاني. بلاش ما تسمعيش كلام حبيبك. انتش فاهميني بدل ما اجيلك يا بيت شوفيق. فالمهم بقى ايه قلت كان عندي بتاع دوت لحمة مفرومة. فالمهم طلعتها وقلت ايه. انا والله العظيم يا جماعة كنت هعمل حاوشي. راح هم قالوا لي لأ يا مو ما عمللنا كفتة. بقى انا كتير ما كناش كفتة. فخلاص يعني وكمان جبت العيش اللي هو بتاعي الحاوشي. يعني ففي ناس قبل كده اقلت لي ايه عيش الحاوشي ده يا وفاق بصي هو هو العيش اللي انت بتجيبيه من الفرن. بس انا بقول له مثلا ايه يعني انا ايه بجيبي العيش على البطاقة. فبقول له هاتلي بجنيه ايه بتاع دوت عيش حاوشي بيعملهولك نص سوا. تمام? اكيد في ناس كتير عارفة الكلام ده. انا كنت زيكم الاول ما عرفش يعني ايه عيش حاوشي برضك. يعني اقول لكم الصراحة. وانا واقفة مرة كده مع جوزي انا اصلا ما بروحش في فرن ولا بعرف اجيب ايش ولا ليه في الكلام ده. انا كنت معديها معا كده بالمستطفى يعني فلاقيت الحارين بتقول له ايه عملي عيش حاوشي. فبقول لي تامر ايه عيش حاوشي اللي بيقوله عليه ده قال لي نص سوا. فجربته لقيته جميل جدا ايه وبيطلع لك الحاوشي من جوه كده في لحمه لي انه بيبقى طعمه فعلا مختلف. فكل الموضوع يعني بيبقى العيش نص سوا. فجبت المهم العيش بتاعي الحاوش وفي الاخر هم قالوا لي ايه لا يا مهم عملنا ايه كفتة. فهقول لكم كده الكفتة اللي بعملها على طول ان شاء الله هتعجبكو كده. ايه وقلت برضك حمر شوية مكارونا وبعد كده بقى بعد ما حبايب جوم على خير ونزلوا كده على خير. ربنا ميحرمنيش يا رب من من الناس الحلوة اللي بتحبيني والناس اللي سألت علي ربنا يخليكو لي يا رب. ايه قلت بقى لامي الموعين وهتشوفوني بقى وقفت شمرت بقى يا اختي وقفت كده يجي نص ساعة بخسل في الموعين نص ساعة. فالحمد لله. ايه والله العظيم انا مبسوطة قوي نرجع التفاصل بضحك معكم في الفيديوهيت والله العظيم. البني ادم لما بيرجع لطبيعته تاني يعني نحمد ربنا والله انا كنت فينه بقيت فين. بس شفته شفته في لحظة ازاي عشان كده على طول اقول لكم. ايه نخلي نيتنا على طول حلوة. ولو اي حد دايقك. قولي حسب الله ونعم الوكيل. وفوت امر لك يا رب. ايه ما تعودش تستنظري لحد لا قدر الله نصيبه عشان بتلف وترجع علينا. زي مثلا دعينا دعوة بحشة بعيد عنكم. بتلف وترجع علينا. والله ما بقول لكم الكلام ده وانا حد تاني خالص. لأ انا اللي بطلع من لساني ده ده وطلع كده من قلبي. والله هو ده آآ كلامي هي دي طريقتي. فاي حد يزعل لي بفوت امر لله عشان احنا احنا نفسنا مش ضامنين نفسنا. يعني احنا نفسنا مش ضامنين نفسنا. آه انا عايزة اقول لكم في ناس كتير انا مش مسمحاها ليوم الدين. انا مش مسمحيها. آآ ربنا يا سامحني مهما تقولي لي. لا يا وفاق سامحي. لا مش مسمحيها. تقذيت ازا كبير اوي منهم. آآآ والجرح تجرحي كبير اوي منهم. تمام? انا مش عايزة اقلب لك بس الدنيا درما. لكن ما عودش ادى على حد. انا بس مش مسمحيهم وحزبنت عليهم. لكن ولا عود اتمنى ولا عود استنظر حاجة لحد. انا مفوتة امري لله. لكن كحقي مش مسمحة فيه. آآآ بالنسبة بقى لنا نصاف في نيتنا كده على طول. خلاص ارمي من ورا دهرك وسلمي امرك كده لله. عشان في لحظة. في لحظة والله اللي بيحصل لنا مش شوية. الموت والتعب والعيا بقى الكبير وصغير بسبب نفوسنا والله العظيم. فربنا يلطف فينا يا رب. آآ ما عارفش انا دخلت بيكو كده في حتة تانية بس يلا ما صرحت معاك وانا بتكلم. عايزة بقى اقول لكو هنا بقى البت وفاق دي اتعملتي. بصت بقى مسكتي هنا طماطم وفلفل رومي. وبصل. تمام? آآ اتعطوهم كده ترنشات كده. تمام? او حلقات حسب ما بتقولي بقى. ورشت ابيض بقى على التكاية الجميلة ديت. تمام? ورستهم كده في الصينية. ولا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة كده. عايزة اقول لكي خربي على ريحتها وجمالها. جبت بقى ايه طبق المقلبس ده. وروحت ايه جايبة بصلتين كده حلوين وهبشورهم عشان نعمل الكفتة بتاعتنا. الكفتة السهلة جدا جدا جدا. تعالي بقى اقول لك التكاية كده اللي انا بحطها فيها اللي هي بتخليها ما تفكش معيك. انا مسكت البصل كده كله بشرته. البصل عندي فيه صغير كتير فبينقطني شوية بس يلا. احنا ادها. وبعد كده اللهم صلى على النبي مسكت بقى اللحمة المفرومة اللي عندي كان عندي الكيس ده نص كيلو. فحطيته كده. حطيت شوية بهرات. شوية فلفل. شوية ملح. اهو. تمام كده. خلاص كده على طول. اما كان نفسهم كده قلب امهم في الكفتة فان امهم قامت. ماما الحنونا السغنونا. وخلاص كده حطيت معلقة نشا. تمام? بديل النشا حطي معلقة دي. آآ وقلبتها بقى حلو كده لازم ما معلش بقى بيديك يعني. انت كده كده اكلنا كله بيدينا. احنا ليلو نهار ايدنا في المواعين يعني مخصولة اول بول يا اختي منقوعة. مش مخصولة بس منقوعة. آآ فالمهم بقى تجيب اللي خلط الشيش طاوق ديت او معلقة. عندي حاجة تصبعي بس على كفتة كده تفرغها من جوة كده تستوي معاك حلو. وعلى الخضار المشكل اللي احنا عملناه ده وتنزل الكفتة بالطريقة الجميلة ديت. عايز اقولك بقى بتنزل كل الدهون اللي فيها على الخضار ده وبتدي ريحة جميلة ما اقولكيش. وشغالي الفرن من فوق ومن تحت. ولا هتفك معاكي ولا هيجرالها اي حاجة. طبعا دي لحمة صغيرة يا جماعة. لو لحمة كبيرة احتمال تفك معاكي. اقولك استراحة. هنا بعشان انا ما عصرتش البصل ومستعجلة. يعني انا ساعات عصر وساعات لا. تمام? فكانت بتتصبع مني كمان بالعافية بسبب ايه? انا المفروض اسيبها نص ساعة كده ولا حاجة ترتاح. لكن انا كان في ناس جيالي فمتصربعة. تمام? فحاولت عملها وعملتها برضو. فلازم ان تستاب ترتاح عشان تتصبع معاكي بسرعة ما تفضلش ايه تفرول زي ما هي بتعمل معايا كده. الممي بقى عملت صنية كده محترمة منص كيلو لحمة بس عمل لي ايه كمية حلوة يعني. خلاص دخلتها الفرن بقى. طبعا انا طلعت الكيكة بصوا الكيكة بسم الله ما شاء الله تلاقي زي الفل وبعد كده روحت مدخلة ايه الكفتة مكانها على طول. اهو. تمام? تمام. قلت كده سهل على نفس النهار دي. بقى ميني عملت اكله وعملت صنية كيكة لو حد جايلي. وخلصت اللي ورايا كده حاجات سريعين. اه طبعا هنا مسكت شوية مكارونا كده قلت حمرهم. عملت شوية مكارونا كده حمرتهم وحطيت شوية صلصة عليهم وزبطتهم وقلت خلص. وكمان عملت صلطة خضار وهو ده كان الغدى بتاعنا النهار ده بص الكفتة يعني كلمة مهرية دي شوية مستوية مستوية وجميلة. المهم هنا بقى مسكت الكيكة كده قطعتها لما لقيت حبيبي جايين وروحت حطيت بقى ببس وشوية عملنا شاي ومش عارف ايه. وفي الاخر دي النتيجة تمام? ما قمتش بقى ولا يعني صبنت الموعين ولا عملت حاجة خالص غير لما الشقة في جديد. قلت بقى ايه شمرت كده البست الازدال بتاع الصالة بتاعي كنت صليت وخلصت اللي ورايا. وقلت بقى مسك شوية الموعين دولة تخلصهم بقى. يلا بقى يا بيت يا وفيه. اهو. اه كانوا شوية يعني محترمين يعني انا بوشت بقى اللهم صالع النبي البتاع الصينية زي ما انتو شايفينها كده. عشان اخسلها. والله العظيم عيالي يعملين يقول لي يعملي صانية كيكة تاني. فانا احتمال اقوم اعمل لهم واحد زي دي تاني. يعني يفتروا بيها ان شاء الله بكرة ولا حيكة. اه خفيفة كده وحلوة بقى يعني. احلى حاجة في الكيكة لما تعمليها خفيفة وحلوة. بس بقى خلاص كده الحمد لله. عايز اقول لكم الشقة بتاعتي عايز قلبها. انا يا جماعة عايز احترم نفسي يعني. انا عملا بص للشقة واقول ام اخو جرعة الجراءة بتاعتي واقوم ولا. يا بيت تستهدي بالله. عالي يا بيت. عالي. اللي واخد على العمايل ما بيسكتش. اه. يا حبيبة قلبي بقى اللي كانت بتقول لي في الكومنتات مبارح يا وفاق انا قلتلك وخلي بقى لك من نفسك عشان ما ما تعمليش عملية زي انا عملت عملية. اه بسبب طبعا كنت بقول لكم انا عندي جيوب ام فيها اساسا حسية وكده. بصي انت غلطانة اصلا ان انت عملت عملية. والله العظيم. اه انا عايز اقول لك العملية العملية بتاعت الجيوب الانفية دي فشلة اصلا ملهاش لازمة. انا جوزي عملها تلات اربع مرات. والله العظيم زي ما بقول لك كده. اه تامر عملها تلات اربع مرات. ولا لها لازمة. عنده برضو حسية جيوب ام فيها. اه لما جيت انا بقى تعبت شوية الدكتور قال لي بص انا ممكن اقول لك عملية. بس انا اقول لك الصراحة العمليات ديت ملهاش لازمة. يعني دكتور وقال لي كده. قال لي عمليات ملهاش لازمة بتاعت الجيوب الأنفية ديت. ما لاش لازم هو علاج أو بخاخة كده. وخلاص ونحافظ بقى على نفسنا. بس أنا ربنا يهديني والله العظيم. عشان أنا شوية لقيني أحافظ على نفسي وشوية تهور بقى. يعني بنسى نفسي. بس والله العظيم يا جماحنا يعني شغل البيت يعني بياخدنا. هنعمل ايه طيب? هنعمل ايه? قولولي. قولولي أنا واحدة هلبس بقى ماسك كده طول ما نراح حاجة في الشقة وفضل ننضف فيه? طب قولولي ده ندخني. ده نرقع بالصوت. مش عارف والله بس يعني لازم أن أتعلم الأدب شوية يعني. بقى بقى حبيبي يلا حطوا كومنتات وحطوا لايكات وشاهيات وفايا النهاردة أخيرا رجعت لكم بروتين حلو إن شاء الله الروتيني اللي جاي إن شاء الله يكون أقوى من كده. آآ وعندي لكم فجأة إن شاء الله الفيديو اللي جاي يعني بس ربنا يهدي إيالي عشان بحتاج عيالي في الفيديو ده. تمام؟ عشان هما بتحرجوا من القامرة يعني. عشان الناس اللي سألت عليه وما قالتلي نكحه يا وفاق عيالك عملوا ايه؟ والناس اللي مستغربة إن زياد ما جابش الشهادة والناس اللي شكت إن زياد ده باد الشر يعني سقت وأنا مش راضي أتكلم فهقول لكم الصراحة كلها آآ في فيديو إن شاء الله بس لو رجوا كده يطلعوا يعني عشان أنا عيالي بتحرجوا جدا يعني يعني بتحرجوا قوي ما عنديش حد جريء إلا كوكا. كوكا السغنانة دي. كتكوتي السخنان سكوتي بقى وانا تعبانة عملات اسنت فيا وحبيبتي وإيه؟ عمله ولوه وفي حد جاب للضغط اللي أنت تقولي النهار يا كين ده يا كين بقول الله عليتي لده خليتي واطي وعيلي في نفس الوقت فالحمد لله أحمدك وشكرك يا رب هحاول بقى نزلوكو الفيديو ده النهاردة يا رب إن شاء الله كده ينزل في معايده عشان أبقى متواجدة معاكم على طول أرجو منكم أنتو بتعملوا مشاهدة للآخر وتشيروا في فيديوهات لأصدقائكو عشان عايزين نعدي الشرطين ونعمل شغل حلو جدا على القناة دي ونعوض اللي حصل في القناة تانية إن شاء الله طبعا متفقلة بربنا وصم أنتو خير إن شاء الله يعني هنا بقى لما بوشت القلب بتاع الكيكة ده تغسل معايا بقى كده بسهولة بس كان محتاجة تصبين تاني يعني أنتو عارفين بقى الكيكة ولزقتي الكيكة والكلام ده واتي الحمد لله النهاردة الجو حلو عن كل يوم خلاص كده خلصنا المواعين بتاعتنا وشطبنا المواعين وعوضنا اليومين اللي عدوا النهاردة المهم بقى مسكت بقى إيه قلت أصبين الحط بالمرة الحط بتاع الجميل ده وقلولي أبتدي التنظيفات بتاعت الشقة دلوقتي ولا أستنى شوية على العيد قلولي قلولي استهدي بالله ومشي واحدة واحدة على مهلك عشان أنا بحب بسمع كلامكم وعلى العيد بقى أعمل الشغل العالي يعني فربنا يعيننا ويقوينا ممي ربنا ميحرمنيش منكو أبدا أبدا يا أحلى أخويات في الدنيا أول الله العظيم بقولها لكم من قلبي ممي بقى أقولك مع ألف سلامة واستنظري إن شاء الله مني فيديو جديد مم تنسنش في اللايك وفي الكومنت مع السلامة